اهلا بكم بعد بكرة 8 يونيو حيكون فات ست سنوات من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر النهاردة عملنا هذه الحلقة حلقة خاصة بمناسبة مرور ست سنوات من حكم الرئيس السيسي عايزين نقيم الست سنوات اللي فاتوا تقييم موضوعي ايه اللي الراجل قدموا للبلد و ايه الحاجات اللي منتظرين يقدمها و ايه ايضا المطالب اللي كنا نتمنى ان يتم انجازها الست سنوات الماضية لو انت قاعد قدامي دلوقتي و انت من جماعة الاخوان المسلمين و بالتالي بقولك على طول اقلب المحط لسبب بسيط انت تعادي الدولة المصرية انت تعادي صور التلاتين يونيو وبالتالي انت معادي لعبدالفتاح السيسي فالحلقة دي مش هتيجي على كيفك فدور على حاجة تانية تتفرج عليه لو انت من السسوية وبتأيد عبدالفتاح السيسي هقولك اقعد بقى تفرج لان ايضا هيبقى فيه اراء عليك ان تتقبلها لو انت من المعارضين لعبدالفتاح السيسي و لحكومة الرئيس السيسي ولكن على ارضية وطنية ارجوك اسمعنا ستجد ايضا جزء من مطالبك نتقدم بها الى الرئيس اما اذا كنت من المواطنين العاديين البسطاء اللي بيشكلوا الاغلبية الكاسحة من الشعب المصري فهذه الحلقة دي كنت تحديدا عايز اقولك احنا عملنا ايه وتعصرنا في ايه وعايزين نعمل ايه لما تيجي في البداية تقيم حكم حاكم من ما رئيس ملك زعيم فانت عليك في العلوم السياسية معلش اقبل منك المتين الناشفين دول يقولك حاجة اسمها الصياق التاريخي ليه الفترة اللي بيحكم فيها هذا الحاجة يعني ايه الصياق التاريخي بالبلد كده وعلى الطابلية يعني الظرف التاريخي اللي الراجل قاعد فيه على الكرسي كانت الامور عاملة ايه هرجعك لسنة اتنين وخمسين احنا عندنا تلت حكام رئيسيين حكموا مصر بليش دعوا بقى بالفترات الانتقالية وكلام ده دول اللي قاعدوا فترات حكم حقيقية التلت حكام عبد الناصر السادات مبارك فيه قاسم مشترك بين التلاتة انه ليهم هدف اسمه التنمية الاقتصادية انه لازم يعمل مشروعات ويقوي اقتصاد البلد ويقوي في عملته ويوفر فرص حمل اي حكب في الدنيا بيبقى مطلوب منه ده لكن هتلاقي هناك تحدي واحد فقط واجهة الرؤساء السلاسل يعني عبد الناصر التحدي بتاعه طوال 16 سنة حكم من 54 ل70 كان الاستعمار مصر خرجت بقى من عند الاستعمار البريطاني وعملنا اتفاقية الجلاء الى اخره لكن كان عنده التحدي ده وخرج منه سريعا وعنده تحدي اخر اللي هو التنمية الاقتصادية بقى عايز يخرج المصوريين من حالة فقر كبيرة الى حالة استقرار وامان اقتصادي هو ده التحدي بتاعه مليش دعوه بقى عبد الناصر عمل ايه بس هو استلم وهو قاعد عالكورسي اللقطة دي خروج من دارة استعمار ثم تنمية اقتصادية ثم اذهب الى السادات لما قاعد على الكورسي الظرف التاريخي بتاعه ايه كان ايضا لقطتين احنا اتفقنا كده عشان نتعلم في السياسة التنمية الاقتصادية اي حاكم في الدنيا لازم يعمل رفاهية اقتصادية واستقرار اقتصادي ومشروعات وفرص عمل ماشي لكن كان مع السادات ايضا ازمة واحدة قضية واحدة خلي بالك انا دايما بقول لك او كل حاكم من دول عنده قضية واحدة اللي هي ايه المعارقة معارقة التحرير لان اسرائيل كانت محتلة سيناء وهو عايز يرجع سيناء ونجح في هذا التحدي وخرج من الحكم او اخرج يعني عبر استشهاده وهو عمل لك تنمية اقتصادية وايضا محرر لك سيناء مبارك كان عنده طوال تلاتين سنة التنمية الاقتصادية ايضا واللي احنا فهمناه لكن كان عنده عنصر اخر تحدي هتلاقي التحدي وحيد بس اللي هو ايه الارهاب المحلي هو يا خير فيه ارهاب محلي وارهاب دولي عيب يا راجل لما تسألني السؤال ده النهاردة عشرين عشرين ارهاب المحلي يعني واحد بفرقه على القنبلة كده تحت اقتوب السياحة قتل سائح برصاص بتاع حاجات بهذا الشكل وكان بيتم القبض عليهم ما كانش بقى فيه خلايا عنقودية او كلام يبقى الظرف التاريخي لكل رئيس حكم مصر كان عنده مطلبين واحد يعمل هدفين تنمية اقتصادية وتحدي عبد الناصر استعمار السنات الحرب وتحرير الارض ثم مبارك الارهاب المحلي تعال بقى شوف عبد الفتاح السيسي الظرف التاريخي اللي قاعد فيه تعال عد معي انا جبتلك لكل رئيس وانت لو انت راجل خمسيني زي كده هتبقى فهم الكلام اللي بقوله على تحدي عبد الناصر السادات مبارك السيسي بقى عنده مفروض يستلم زي اللي قابله اتنين تحدي اللي هو تنمية اقتصادية ثم ملف صعب معاه لا تعال اشوفي التحديات اللي وجهت عبد الفتاح السيسي وهو قاعد عالكورسي اول تحدي ان حدود مصر الاربعة شمال شرق جنوب غرب لا اول مرة في تاريخ الدولة المصرية على مدار سبع تلاف سنة مهددة الاربعة نفسهم اه اشرح لك ابسط البحر المتوسط الغاز تركيا حرب على حقول الغاز ده الشمال الشرق عندك اسرائيل عندك ارهاب في سينة الجنوب عندك حكم لم يكن مرحب بصورة يونيو حكم البشير ماشي عندك ليبيا خلاص مستنقع للارهاب ودخلت تركيا ايضا يبقى ده اول تحدي عنده اللاربعة حدود بتاعة الدولة المصرية خلاص تهديد رقم تحدي رقم اثنين انه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية مياه نهر النيل مهددة حصل ده في السبع تلاف سنة الاجابة لا يبقى عليه ام من اللاربعة حدود عليه حللي مشكلة نهر النيل تالت تحدي الارهاب لم يكن الارهاب في عهد عفتاح السيسي في ست سنوات ارهابا محليا زي الارهاب اللي كان موجود في عهد الرئيس الاسبق حسن المباركة بل كان ارهابا دوليا مو منهجا ننكر احنا مش كان فيه تصفيات للجيش والشرطة الارهابيين جايين من كل دول العالم وجنسيات العالم وارهاب فين في كل مصر ده التحدي التالت اللي قابله السيسي التحدي الرابع انهيار اقتصادي الدولار وصل لعشرين جنيه وكده ان يقصر لعشرين جنيه احتياطي نقد اجنبي مش عامل ستاشر جنيه قهربة منقطعة طرق منفلتة خياب الامن والامان ده رابع تحدي يقابل السيسي خمس تحدي انهيار الدولة المصرية الدولة المصرية كانت مهددة في حد ذاتها انهيار بالكامل سادس تحدي وهو رفيق عن فتاح السيسي لم يكن موجود في حياة الزعماء الثلاثة السابقين اللي هو ارهاب الاعلام الدولي والسوشيال ميديا هذا رئيس يتم عد الانفاس عليه لحظة بلحظة رئيس يتم التنمر عليه شكلا وموضوعا والفاظا ولغة واداءا وتصرفا وقرارا اتقعدله عالسقطة واللقطة مفيش حاكم مصري من اتنين وخمسين لحد النهاردة اتقعدله عالسقطة واللقطة قد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلي بالك انا مش جاي اقولك انا مع السيسي ولا ضده مش جاي بقولك انا بحبه ولا بكراه وعايزك تحبه ولا تكراه انا جاي اتكلم فيه توصيف المشهد عارف زي ما انت بتروح للدكتور كده فالدكتور يقولك الراجل ده عنده واحد اتنين تلاتة اربعة بس هو مش ضده ومش معاه بس انا بوصفه لك وبقدر الامكان حريص في الحلقة دي ان احنا نتسم بالموضوعية ان نقدم ما ينصف الرجل وايضا ننتقد ما جراء الاخفاق فيه ثم ان نقدم ما نتمنى في السنوات الماضية متفق معايا في التحديات دي ولا احنا مختلفين يبقى كل رئيس جاي على مصر كان عنده تحدي واحد مع التنمية الاقتصادية عبدالفتاح السيسي هو الرئيس المصري الوحيد اللي عنده ست تحديات قاتلة هعدهم تاني عليك حدود اربعة مهددة نهر النيل اول مرة مهدد ارهاب دولي وليس محلي انهيار اقتصادي دولة مصرية كادت ان تسقط معركة اعلام دولي وسوشيال ميديو دا اللي كان موجود اه دا اللي كان موجود ورغم ذلك السيسي وقف وقبل تحدي حال الراجل قال ما حدش يكلمنا ان عندي ارهاب دولي ولازم اقمن لكو الدنيا والكلام دا ولا الراجل قال لا انا عاوز اشتغل برضو كان ممكن يرفع شماعة لا انا عندي ارهاب بقى هو انا لقى من بره ولا من جوه وكفايا ان انت تلاقي لقمة العيش لكن هو اصر على المعركة الاساسية بتاعته اللي هو التنمية ونجح خلال ست سنوات ان هو يعمل انجاز حقيقي على الارض وانا النهاردة لما اجي بخطبك كمواطن وبكلمك عن انجازات رئيس مصر اسمه عفتاح السيسي فانا مش جاي اقول لك جمل مطاطة يعني مش جاي اقول لك مثلا مد يد العون ودعم الاستثمار الداخلي والخارجي لا مش هبعلك رغم انه حقيقة بس انا جاي اقول لك اللي انت استفدت منه بشكل مباشر اللي انت استفدت منه كمواطن بشكل مباشر اللي ما ينفعش بقى لقناة اخوان تدخل فيه ولا الجزيرة ولا اي حاجة وانا مع راقتنا مش معه انا جاي النهاردة اتكلم عن الدولة المصورية اللي بيحكمها في هذا الظرف مواطن مصري اسمه عفتاح السيسي يعني انا جاي اتكلم عن الدولة المصورية بمناسبة مرور ست سنوات على احد ابنائها وهو بيدير وبيرأس هذا المشهد طيب ماذا فعل عبدالفتاح السيسي لنا كمواطنين مثلا اسكان الاجتماعي هل نقدر ننكر انه هو اول رئيس يسعى لانشاء مليون وحدة سكنية استفاد منها البسطاء والغلابة ما اقدر شنكر لان انا احد الاشخاص اللي كنت بتواصل دايما ولا زلت مع وزارة الاسكان لتوفير هذه الشواء للبسطاء والغلابة بدأ المشروع 90 متر متشطب ب135 الف جنيه النهاردة تقريبا بـ 230 الف بعد التعويم والكلام انت استفدت منه استفدت منه انشأ عشرين مجتمع عمراني جديد طبق جديدة دميات الجديدة الكلام دا العلمين عمل دا عمل دا لما تروح للبسطاء والفقراء عمل مشروع حقيقي اسمه تكافل وكرامة بص تكافل وكرامة بقولكش هو اغنى الفقير عارف الحياة صعبة بس لما الحكومة تمد ايديها وعن فتح السيسي يقولك انا عايز ادي كل مواطن قمز ومية جنيه اي حاجة تسند الزير زي بيقوله نواية تسند الزير رفع الحد الادنى للاجور لألفين جنيه دا واقح اه دا واقح هتيجي تقول لي اصل دا يعادل ألف جنيه زي قبل الدولار وكلام حايز اقولك فيه حكام سابق يمره على مصر كان الدولار بيتغير سعره والجنيه قمته بتنخفط ومع ذلك ظل متوسط الاجور كما هو بديلك امثلة لما تروح للصحة عمل ثلاث حاجات حلوين قوي عمل مشروع ميت مليون صحة كشف على ميت مليون مواطن الناس لأول مرة تكتشف عن دا فيروس سي يا راكل وسكر وضغط انا احد الناس كنت تفكر المشروع دا للامانة يعني حاجات بقى من اللي بتعملها الحكومات والاغاني والاناشيد لكن روحت وخدوا عينة الدم وحللوا وشافوا كلام دا هو مش هقولك تلعن دا لكن عمل دا عمل الكشف المبكر عن سرطان السجي للمرأة عمل اعظم قانون وانا قلتها منذ صدور هذا القانون حتى الان ان اعظم قانون صدر من البرلمان على مدار سبعين سنة قانون التأمين الصحي المباشر الشامل اتطبق في خمس محافظات بس هيطبق دا انجاز غير حادي عايز كمان اقول القهرباء الراجل تلع اكتر من مرة يعتذر للمصريين احنا مرة صحينا سبعة صبح مصر كلها قطع نور صح ولا ومع ذلك القهرباء ركاد النهاردة عندنا فائد قهرباء بنصدروا انا وانت ممكن ما نكونش حسين بدا بس لازم تسترجع دا برضو ما هو الراجل برضو لما يعمل حاجة انا عايز اقول له انت احسنت عشان لما اجتلق منه يبقى لي عين برضو هقول له انت عملت وعملت لكن عايزين كيت وكيت وكيت وهنقول دا في حلقتنا النهاردة عايز اقول دا كمان في الطرق سبعة تلاف كيلو طرق مفيش مواطن والله انا مزورتش اسكندرية بقى لي كم شهر طبعا علشان الكورونا وكلا نارد صديق العزيز والستستر اسماعيل الكاتب الصحف الكبير مدير تحرير الارب بيقول لي انت لما هتيجي اسكندرية المرة جاية هتشوف حاجة تاني قلص تطوير قلت له انت بقى لما تيجي القاهرة هتيجي تشوف حاجة تاني قلص احنا بقينا بنطلقبط في شوارع القاهرة لما بنسوق فيها وكده عمل الطرق بين المحافظات اه رصد عشرة مليار دولار لده اه المعاشات زودها وحكم المحكمة بالخمس علوات وفق علي هو اول رئيس حقيقي جد في حل مشكلة العشوائيات رئيس جد فعلا عمل الاصمرات عمل بشاير الخير عمل غط العنب وممكن يكون عمل حاجات تانية بس انا الزاكرة لم تسعيد لكن وهي عمل تل العقارب فالراجل حقيقا دخل في ملف العشوائيات لف العشوائيات انا صحفي قديم كنا نقعد نشتغل عليه كده كل شهرين ثلاثة لما نلاقي فيما يعني مساحة فاضية ومش عارفين هنملاها ازاي خلاص هات يا ولد موضوع عن العشوائيات اه مشكلة مزمنة ما بتخلص وخلاص نهار ده الراجل حل ده حقيقة عمل الاصلاح الاقتصادي اللي السادات الله يرحمه السادات العظيم كان حاول فيه ب77 لديء الافق عند اقطاع من المواطنين احزاب سياسية طيارات دخلوا سخانوا الدنيا عليه الظرف السياسي فالراجل تراجع له بس لو كان حصل ايما الاصلاح الاقتصادي ما كناش وصلنا للازمة دي عم فتاح سيسي عمل سياسة خارجية متوازنة ولأول مرة انت امام حاكم مصري يعمل تنويع في مصادر السلاح بدليل ما كانت جيشك النهاردة بالمناسبة كل ما ذكرته لك لا تستطيع ان تكذبني فيه بغض النظر عن موقفك من عم فتاح السيسي او رأيك فيك اعلامي لكن انا بقولك الشقة دي خدها بن خلتك في الاسكان الاجتماعي الطريق ده انت راكب عليه الموكروبوس القهربة دي منورة في بيتك صح ولا غلط العشوائيات اللي قريبك فيها اتنقلوا منطقة تانية اذا انا لحد الوقت هو زي عهدي معاك من اول يوفي البرنامج مش ببيع لك الفنكوش وقلتلك ولا جاي على تكلملك على استثمارات داخلية ولا خارجية وفي لفس الوقت ما بقولكش ان سيسي رجل منزل من السماء لا يأتي الباطل من بين يداي ولا من خلف ابدا ولا بقولك ايضا ان الرجل لم يخفق في حاجات ومش بقولك ايضا ان السورة زي الفل وما فيش احسن من مواطنين المصريين على الارض لا بس خلينا نشوف او ندي في هذا الجزء من الحلقة ما فعله الرجل فعلا وانت بتبص على الانجازات دي لو سمحت حطها في اطار الظرف التاريخي اللي استلم في الحكم واستصدت تهديدات قاتلة تعالوا نشوف تقرير عن المشروعات القومية الكبرى فعاد عفتاح السيسي ثم نرجع ونتكلم على ما الذي نتمنى او نأمله او ننتظره او ما الذي تطالب به بعض الاصوات المعارضة بمعنى اضط لكن انجازات ونجاحات كبرى شهدتها السنوات الستة الاولى من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شملت كثيرا من القطاعات كان ابرزها هو انشاء المدن الجديدة حيث تم تنفيذ اكثر من عشرين تجمعا عمرانيا جديدا في شتى انحاء الجمهورية منها العاصمة الإدارية الجديدة العالمين الجديدة المنصورة الجديدة شرق بورسعي ناصر بغرب أسيوت الإسماعيلية الجديدة رفح الجديدة مدينة الجلالة الفرفرة الجديدة العبورة الجديدة تشكة الجديدة شرق العوينات سفينكس الجديدة بئر العبد الجديدة أسوان الجديدة اشتركوا في القناة 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 ان الدول اللي بتواجه حروب عنيفة وتحديات قاتلة زي اللي وجهتها الدولة المصرية ولا تزال حاجتين بيختفوا الحريات والسياسة وحاجتين بيبقوا مسيطرين على زهن الدولة او الحاكم قوة الدولة الامن بتاعها وتوفير لقم تلاش لكن رأيي شخصي اذا كان هذا مطلوبا او محدش بيناشه في الفترات السابقة او السنوات الاولى من حكم الرئيس سيسي لكن اعتقد ان السياسة ينبغي ان تعود للمشهد المصري ماينفعش عندنا مية واربعة حزب مش فاكرين ولا حزب ماينفعش دايب اداء البرلمان ماينفعش دايب اداء النقابات الدولة محتاجة ايضا ظاهر سياسة مش حزب ليها لا قوة ناعمة تساعدها ايضا في ملف تاني عايزينه يتفتح مرة اخرى لانه يتفتح مرة واحدة وتساقط عنه هناك بعض السجناء او المحبوسين احتياطيا على زم القضايا تتعلق بالرأش عشان كده انا بناشد الدولة المصرية والرئيس عب فتح السيسي واجهزة الدولة وتحديد الاجهزة الامنية انا عارف الهاجس الامن من حقه يسيطر على فكر صنع القرار في الدولة المصرية بس مش معقولة كل واحد يكتب برأيوه على الفيسبوك او يعارض او 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 يبقى الراجل يروح يحبس احتياطيا كان في لجنة برئاس الدكتور قسامة الغزالي حرب اتشكلت قبل كده وخرج بعض الناس بس اللجنة دي مش موجودة انا اتمنى الافراج عن قطاعات كبيرة تحديدا من الشباب المحبوسين على زمة قضايا تتعلق بالرأش عايز الحريات تعود حريات اكثر في وسائل الاعلام حريات مسؤولة ايضا عشان اكون امين وضقيق مش حريات الفوضى للامانة واشهد الله ان انا بقول كل اللي انا عايزه في هذا البرنامج يعني انا لسه بقولك هو انا عايز الافراج عن سجناء الرأي عايز انفراجة سياسية عايز حريات انا بقولك على الهواء هو رزي ورزك على الله وقلت كتير قبل كده في مطالب لو تفتكروا في شهر سبتمبر واكتوبر ولم يغلق البرنامج والناس كانت قلقانة وكلامة ليه؟ لان الواحد بتكلم من ارضية وطنية ليس لانا صالح الا الوطن انا الان من الديون كمواطن الديون عدت المية وعشرة مليار دولار عايز خطة اقتصادية والرئيس الذي اجتمع بالحكومة اكتر من مرة انا قلق من الدين الداخلي خمسة تريليون جنيه خمسة تلاف مليار جنيه بيلتهم جزء كبير من ارادات الدولة عايز ايضا ملف كمان اسم التصنيع عايز قوة في هذا الملف اللي انا شفته من مواطن مصري اسمه عفتاح السيسي انه لما اراد يعمل عشرين مدينة صنعية عملها بتكت زر هو كده بقى هو الرجل كده ممكن تسميه رجل الانجاز انجاز التعبير وبالتالي انا عايز تصنيعه معظم الاراء النقدية اللي بتوجه للمشروعات القومية زي التورو والكبار وكلام ده يقولك ديفلوس بتنفق بس مفيش ارادلية عايزين اراد الاراد يعني ايه مصنع هشغل عيالي هصدر للخارج هجيب عملة صعبة هوقف استراد الكلام يبقى انا بحدد مطالبي من الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما تبقى من فترة حكمه الثانية عايز الانفراج السياسية عاوز التصنيع عايز يقدم لنا خطة او من حكومته لكيفية السيطرة على الدين اللي بيتفاقم الافراج عن سجناء الرأي وايضا الحريات اشتركوا في القناة